في البداية نسمع كثيرا عن تعديلات في قانون العمل الجديد معظمها يكون في صالح العمل غير المنتظمة كمان حقوق صاحب العمل والعامل نفسه تفاصيل أكتر عن هذا القانون أولا بحية حضراتكم ثانيا بحية الحكومة المصرية لأنه على أجندة التطوير بناء على التغير والتغيرات الالتصادية وأيضا بيئة عمل فيها توازن فيها عدالة اجتماعية كانت على أول أجندات الحكومة المصرية وده نادى بيه السيد الرئيس أكثر من مرة نقول قانون 12 لسنة 2003 مر عليه عشرين عام ويمكن في نهاية 24 يقبى 21 عام أصبح هناك متغيرات كدير جدا في بيئة العمل وفي الجانب الاقتصادي والبيئة العالمية حتى فكان لابد من تغيير هذا القانون القانون يشمل مجموعة من الامتيازات والمميزات الخاصة بتعزيز مهارات العامل وتعزيز حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل وتعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل أطراف العملية الإنتاجية أعدوا الثلاثة أطراف العملية الإنتاجية يكون العامل وصاحب العمل وبيكون الحكومة أو من يمثل الحكومة القانون يتميز بأن هناك عدة عامل أولا استمارة 6 ودي من أهم مميزاتها اللي هي تعزيز حق العامل وعلاقته الجيدة بصاحب العمل إنهاء فكرة استمارة 6 لن يكون هناك فصل العامل إلا من خلال المحاكمة العملية الحاجة التالية تحديد ساعات العمل الحاجة التالية الأجازات تحديد ما له وما عليه هنا بدأنا في الجزء ما يخص العامل القانون أيضا برضو دسم جدا 14 باب 200 سبعة مشروع القانون المقدم أمام الحكومة أمام مجلس النواب حاليا في لجنة القوى العاملة نقش الأسبوع القبل السابق تم منقشته على مدار ثلاثة أيام مع الحكومة تم منقشة الجزء الأول من التعريفات الخاصة بالمسميات الأساسية وفقا للأتفاقيات الدولية وفقا لهم هو متعرف عليه لتحديد بعض المسميات الجديدة لتحديد بيردو أيضا بعض الامتيازات الجديدة التي ستضع في هذا القانون القانون أيضا دعم المرأة ودعم الأسرة المصرية من خلال وضع باب خاص للمرأة والعمالة وعمالة المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها القانون أيضا كان بيه جزء خاص لجذب الاستثمار من خلال التوافق بين العمل وصاحب العمل وكيفية التفاوض وقالية التفاوض وقالية وطبيعة التعامل مع صاحب العمل والأجر ناتج العمل جزء كبير جدا منه بيرغى فيها المستثمر بيئة العمل المناسبة تتوافق مع علاقة عامل وصاحب عمل جيدة تتوافق مع المعايير الدولية هذا الباب كان من الأبواب المهمة جدا